ومناسبة الجائز في الساعة الاخيرة انتشر اخبار كتير جدا انه يحصل تغيير في المدرب حراس المرمى كابتن محمد عام منصف يمشي والكابتن اسامة عبد الكريم يجي الكلام ده مش حقيقي بعض الناس بتشايل عبد المنصف الاخطاء اللي حصلت لحراس المرمى عبد المنصف كان الفترة الاخيرة بيشتغل مع الحراس على بعض الحاجات حصل موقف صبحي الشغل وما بنش بسبب نتاج الفرعية الفرعية كلها عاملة دون فبالتالي شغل وما بنش والراجل بيتواجه لهجوم كبير جدا رد فعلي الادارة ان هو الراجل اصلا اتكلم مع كابتن عباحة الساد اللي هو مدير الكرة الجامعة لو عايزيني امشي ما فيش مشكلة لو عايزيني امشي ما فيش مشكلة انا في الاول في الاخر بشتغل مع الحراس بتوعي بجهز الاتنين الشباب مع عواد بعد وقف صبحي لكن لو في اي حاجة انا شايف ان فيه هجوم مفتعل علي صح وانا لما اجي ادخل وانا الحرس بتاعي عارف ان انا مكمل لما اقوله صباح الخير هيرد علي لكن لو الحرس بتاعي اللي شغال معي يعني مثلا عواد عارف ان انا ماشي بكرا هيسمع كلام لا طبعا هينفز التعليماتي لكم الموضوع واضح الموضوع واضح بحيث اعرف اشتغل بحيث حتى شغل يبان لان الفرع كلها كانت يعني فيها نتائج سلبية فانا اللي باشيلي الليلة صحيح فقالوه لا انت مكمل اتبلغ النوم مكمل وان ما فيش تفاوض مع اي مدرب حراس ان هو يكون موجود في المرحلة دي ولا اي تغيير في الجزء فانا عليgeschيح وانا اصدرق